أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عملي فاجعل له هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيدا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إسجاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردناه ترقيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأظل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وسيرا فكل نذهبا إلى الكوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أقرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرأس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد آتوا على القرية التي أمترت مترسوا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخدونك إلا هزواء هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليجلنا عن عالهتنا لولا صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل السبيلا أرأيت ما اتخذ إلهه وهوه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الذل ولو شاء لجعله ساكن ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعلكم الليل لباسا والنوم السباة وجعل النهار نشرا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ما طهرا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا فأباء أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عزب فرات وهذا منح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يدرهم وكان الكافر على ربه ظهرا وما أرسل لك إلا مبشرا ونذيرا كل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا لرحمن قالوا ومن رحمن ألا اسجد لما تأمرنا وسادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلبة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا قاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سات مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسفوا ولم يقدروا وكان بين ذلك قوما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقدلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم الكيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتهم وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغف مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وزريتنا كرة عين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما كل ما يعبه بكم ربي لو لا دعاوكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آيات بظلت عناك هم لها خادعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم معردين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستأزعون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل سوج كريم إن في ذلك لآية هو ما كان أكثرهم مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن نادى ربك منساني تلكم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويذيق الصدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنبهم فأخاف أن يقتلون قال كلا فاثهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك السينة وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففردت منكم لما أخذتكم فوهب لي ربي حكما واجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي عن عبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موكين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرك والمقرب وما بينهما إن كنتم تاقلون قال لأنت خد إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي صعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملي حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجئ واخاه وبعث في المدائن حاشرين أتوك بكل سحار عليم فجمع السهرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السهرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السهرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم سألكوا منتم ملكون فألقوا حبالهم وعسيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقفوا ما يأفقون فألقى السحرد الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمانتم له قبلا آذى لكم إنها إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا غير إنا إلى ربنا مقلبون إنا نطمعوا أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى نس بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرجمت قليلون وإنهم لنا لغائدون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوس ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشكين فلما ترات الجمعن قال أصحب موسى إننا لمدرقون قال كلا إن معي رب السهدين فأوحينا إلى موسى يجب يصاك البحر فما فلغ فكان كل فركين كالطوض العظيم وأزلبنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أقرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبا إبراهيم إذ قال ليبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكبين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يدرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما تعبدونا ثم آباءكم الأقدمون فإنهم عدف لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يتعمني ويسكين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيني والذي أطمع أن يقفع لي خطيئتي يوم الدين رب أبلي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لساسيكي بالآخرين وجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لي بإنه كان من الضالين ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم وأسلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وكيل لهم أينما كنتم تعبدون ميدون الله هل ينسرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختسمون تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسفيكم برب العالمين وما ظلنا إلا المجرمون فما لنا من الشافعين ولا صديق حميمي فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمين إن في ذلك لآية ما كان أكثرهم مؤمين وإن ربك له العزيز الرحيم كدبتكم نوح المرسلين إذ قالهم أقولهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأوذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما نبطارد المؤمين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لكم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أتبنون بكل رعين آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعم وبنين وجنة وعيون إني يقاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعدين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طرفه هديم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تتيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يسدحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقط لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادبين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت كوم لوت المرسلين إذ قال لكم أخوهم لوت ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين هتأتون الذكرون من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم كوم عادون قالوا لئن لم تنتهي لوت لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فالجينا هو أله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المودرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت أصحاب كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لكم أخوهم شعيب ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليهم من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أوفوا الكير ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقستاص المستقيهم ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأود مفسرين واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثنا وإن ذنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسبا من السماء يكود من الصادقين فقال ربي علهم بي تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزل رب العالمين ننزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يرؤوا العذاب الأليم فتأتيه فيأتيهم بغطة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أهلكنا في قلوب إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستدعون إنهم من السمع لمعجولون فلا تدو مع الله إله الناخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وقف الجناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حياتكم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاق أذي ملكون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي من قلبي ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمين الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة هم بالآخرة هم يمكنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأقسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سأتيكم منها بقبر أو آتيكم منها بشهاب قباس لعلكم تسطلون فلما جاءها نودي أنبور كما في النار وانحولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقى عصاك فلما رأاها تهتزك أنها جان ولا مدبر ولم يعكب يا موسى لا تغف إني لا يغاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء غير السوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبسرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ذلما وعلوا فانذر كيف كان عاكبة المفسرين ولقد آتينا دابود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووارث سليمان دابود وقالوا يا أيها النس علمنا ما تغطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشرى لسليمان جنوده من الجن والإيس والطير فهم يوسعون حتى إذا أتموا على واد النمر قالت نملة يا أيها النمر دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكو نعمتك الذي أنعمت علي وعلى واردي وانعمل الصالح أتغضاه أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وذبقنا الطير فقال ما لي لا أرى الهده دام كان من الغائبين أو عذبنه وعذبنا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبئ يقين إني وجدت مراتا تملكهم وأتيت منه كل شيء ولها عش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيالهم الشيطان وعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننذر أصدقت أمكوت من الكاذبين يذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانذر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملو وأفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملو إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة ألها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناذرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قالت مدونني ببال فما آتاني الله خير ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنأتي أنهم بزن ذلة قبال لهم ولنخرج أنهم منها ذلة وهم صغيرون قالت يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقبي أمين قال الذي عيده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقرا عيده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وما أشكر فإنما يشكر لنفسه وما أكفر فإن ربي غني غني من كريم قال نكر لها عرشها ننذر ودهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت كلا هكذا عشق قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد مني دون الله إنها كانت من قومي كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممر دمي قوارير قال ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثموداقهم صالحا إلى ثموداقهم صالحا عن عبد الله فإذا هم فريقان يختسمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبهم معك قال طائلكم عيد الله بل أنتم كوم تفتنون وكان في المدينة تسعة بالمدينة تسعة رهد يسجدون باللغو ولا يسجدون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادكون ومكروا مكر ومكرنا مكر وهم لا يشعرون فأذر كيف كان عاكبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم مجمعين فتلك بيوتهم قابية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوت إذ قال لقومه أتأتون الفعشة وأنتم تبسرون إنكم لتأتون الرجال شهوة ميدون النساء بل أنتم قوم وتجهلون فما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوا آللوت من قريتكم إنهم أناس يظهرون فعنجيناه وأهله إلا أمرته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر الموذرين كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشري قوان قوان شكرا